دشنا أو دشنا صباح اليوم في العاصمة المؤقتة عدن مدير مركز الملك سلمال الإغاثة والأعمال الإنسانية بمكتب عدن الأستاذ صالح ذيباني ومعاه مدير عام مديرية البريقة هاني محمد اليزيدي تم تدشين مشروع توزيع التمور البالغ كميتها 882 طنا لمناطق الساحل الغربي بمحافظات عدن ولحج وتعز بالإضافة إلى محافظات صنعى ومأرب والجوف والذي ينفذه ائتلاف الخير للإغاثة الإنسانية وبتمويل من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية نحن اليوم في منطقة البريقة في عدن لتدشين حملة التمور التي وصلت بفضل الله وهي 872 طن من التمور والملابس منها 400 طن و7 طن أيضا لمنطقة صنعى ومارب والجوف في شبوة وأيضا منها 465 طن منطقة الساحل تبدأ من البريقة حتى المخة في تعز ونسأل الله رب سبحانه وتعالى أن ينفع بها إخوانا اليمنين وتخفف عنهم معاناتهم التي يعانوها الحالية مركز سلمان قدم الخير الكبير لعدن والمناطق المحررة طبعا ليس فقط هذه الحملة التي تتشين اليوم ب465 طن من التمور إنما هذه بدايات خير إن شاء الله قادمة تتبعها إغاثات وعمل إنساني عظيم مركز سلمان هو الذي قدم للجرحة وما زال يعالج الجرحة في مستشفية عدن وكذلك في تسفيرها من الخارج مركز سلمان الذي بدأ مع تحرير الأولويات في عدن بالدعم بالإغاثة الكبيرة والسفيلة المعروفة التي قدمت أضف أن التركيز في هذه الحملة على المناطق التي على الجبهات مناطق البحر والساحل التي تواجه الآن العدوان الحوثي العفاشي تبدأ هذه الحملة من مدينة البريقة وهي أجزاء من عدن ثم تعم إلى مناطق أخرى من تعز بالمندب المقى وقد تصل إلى الحديدة وفق الله العاملين الخير والبادلين والمحسنين الذين وصلوا